كذلك أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعفو عن 430 سجينا في دبي ومن مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك ويأتي ذلك في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على منح المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم ودويهم بما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر وذلك تأكيدا على مبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا الرشيدة كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا في الوقت الذي تحتفي فيه دولتنا بعام التسامح في دلالة رمزية للأثر الإيجابي الكبير لإعلاء هذه القيمة النبيلة